اشتركوا في القناة برؤيتها كثير من الوجوه المألوفة وود ان ارحب بكم جميعا في الاحتفال في هذه المناسبة الخاصة جدا وكما تعرفون جميعا فان وصلنا الى هذه اللحظة التاريخية بعد ست سنوات من العمل عندما وضعنا حلما وهدفا بدأ انذاك انه غير واقعي وغير قابل للتحقيق في عام 2012 تأملت في الاكثر من 60 مليون طفل خارج المدرسة وقلت ان علينا ان نعمل هؤلاء الاطفال الذين جاءوا من خلفيات ضعيفة وفئات مهمشة بعضهم عاشوا صراعات واخرون ابناء لاجئين واخرون عانوا الكوارث الطبيعية و جميعهم كانوا خارج اسوار المدرسة لذاك فكرنا في تضافر جهود جهات عدة من اجل توفير التعليم لنسبة من هؤلاء الاطفال قال لي الاطفال ان توفير التعليم لستين مليون طفل هي مهمة مستحيلة ولكنني رفضت الاستمسلام احد الخبراء قال لي ان هذا الهدف غير واقعي وحسبته قال انه ممكن وهذا رقم يبعث على التفاؤل و قلنا اننا يجب ان نوفر التعليم لعشر ملايين طفل وعلمنا ان هذا الرقم رقم عال جدا سيما وان لكل طفل من هؤلاء العشرة ملايين لديه صعوباته وتحدياته واحلامه والشكر موصول لبرنامج علم طفلا وشركائنا الدوليين والعالميين افخروا بان اعلن اليوم باننا وصلنا وحققنا ذلك الهدف الذي بدأ غير واقعين وغير حقيقين وشبه مستحيل حيث بات عشر ملايين طفل خارج المدرسة اصبحوا قادرين على الحصول على تعليم نوعي اشكر جميع الحاضرين هنا جميعكم وجميع من ساعد على تحقيق هذا الهدف وهذا الحلم واود ان اشارككم اهمية هذا الانجاز وما يعنيه في مبادرة علم طفلا نحن نؤمن بان لكل طفل الحق في الحصول على التعليم النوعي وجميعنا نتشارك الاعتقاد بان التعليم هو حق اساسي من حقوق الحياة شأنه شأن الغذاء والمأوى وان التعليم هو اهم اداة اخترعت لاطلاق الطاقات الكاملة لدى هؤلاء الاطفال والان نعم هناك هدف يقول ان التعليم مهم ولكننا ولكن علينا ان نمهد الطريق نعم لكن علينا ان الاولوية والاهتمام للطبي وغيرها وهذا حقيقي لكن يمكنني ان اعطيكم عشرة ملايين سبب لمدى اهمية تعليم الاطفال اليوم وبسبب ما حققناه وانجزناه معا عشرة ملايين طفل امامهم فرصة توزيع افاقهم الفكرية بعضهم قد ينتهي به المطاف في جماعات مرموقة مثل ييل وستانفورد وهارفورد هؤلاء الاطفال الذين سيمتلكون المهارات التي مشاني ان تساعدهم على الاسهام في تنمية وتعزيز مجتمعاتهم ومساعدة عائلاتهم وحتى توفير التعليم لاطفالهم وابنائهم وانا اؤمن بانهم قادرون على جعل العالم افضل بالنسبة لنا جميعا السيدات والسادة انا رأيت بام عيني القدرة التحولية التي يحملها التعليم رأيتها في بنغلاديش وفلسطين وقرقستان والبرازيل وتركيا شهدت ورأيت كيف بنيت المدارس من لا شيء لقد استمعت الى دروس لقنا تحت ظل الشجرة ورأيت اطفال يجدون مهارات استخدام الكمبيوتر وحتى رأيت اطفال يقومون بحل واجباتهم المنزلية تحت اضواء الشموع ان الرغبة هي اهم الادوات الفاعلة لدى البشر ولكل طفل الرغبة في التعليم وهذه مسؤوليتنا جميعا وهذا المساء عشرة ملايين طفل امامهم فرصة الحصول على التعليم احدهم قد تكون اوبرا وينفري او طفل قد يصبح ستيفن هوكينز اصدقائي لم نحقق هذا الانجاز بتقطقة اصابعنا او بتحرير الشكات كان علينا ان نوجد نماذج وقدوات وان يقوم عملنا على شراكات نرتقي بعملنا على مستوى المجتمعات الصغيرة وعلى مستوى البرامج وعلى مستوى الاطر تواصلنا مع القطاع الخاص للحصول على التمويل اللازم تعاوننا مع حكومات ووزراء وهيئات عامة ومصارف وتجمعات عملنا مع الجميع صغارة كبار وكذلك تعاوننا مع منظمات دولية مثل اليونسيف الخبيرة والضليعة في تعامل مع الاطفال ومنذ انطلاق هذا المشروع شاركت مبادرة علم طفلا في اكثر من 82 مبادرة في اكثر من 50 بلدا واستطعنا ان نستثمير اكثر من 1.8 مليار دولار نسبة كبيرة منها جاءت من الحكومة القطرية نعم لقد كان جهدا عالميا بحق وطوال المسيرة قمنا بتوفير التعليم للاطفال المهمشين والضعفاء وتخطينا معيقات كثيرة مثل نقص الحجر الصفية والكتب المدرسية والمناهج ولكن بعض هذه الصعوبات كانت مثيرة للتحدي بحق كيف نجعل الرحلة الى المدرسة امنة لها اولا الاطفال الذين ربما يضطرون الى المرور عبر غابات كثيفة كيف يمكن ان نوفر الحجرات الصيفية الصفية عفوا في معسكرات اللاجئين كيف نحفز الاولاد والفتيات للعودة الى المدارس تعرضت للقصف من اجل تعليم عشرة ملايين طفل كان علينا ان نتجاوز كل هذه التحديات واكثر بكثير ولحسن الحظ اننا حصلنا على الدعم والمساعدة والعون من شركائنا انتم انتم الحاضرون ومن دونكم لم نكن لنحقق هذا الهدف وهناك شريك مميز اود ان اشيد به وهو ذوي هؤلاء الاطفال هؤلاء من خلال عزمهم كانوا حريصين على توفير التعليم لابنائهم وبناتهم رغم العوائق والمعيقات التي كانت قائمة واقول انهم لعبوا دورا محوريا في نجاحنا وخلال السنوات الخمسة القادمة مبادرة علم طفلا ستتوسع في برامجها وتخترق افاقا جديدا نبني على ما تعلمناه خلال السنوات الماضية وفي المستقبل فان جهودنا ستطلب اكثر من الاموال والنواي الحسنة وعلينا ان نتذكر باننا لم نصل الى الهدف فعدد اطفال المتسربين من المدارس في ازدياد لكن هذا ينبغي ان لا يحبطنا او يثبطنا عن السعي لتحقيق هدفنا ان تعليم هؤلاء الاطفال يتطلب التزاما من الحكومات ومن القطاع الخاص ومن الاسرة الدولية برمتها لنتحلى بها الشجاعة والقوة والمثابرة مبادرة علم طفلا وشركائها مهد الطريق والان حان الاوان لان يضاعف الجميع جهودهم من اجل توفير التعليم لمن هم خارج المدارس هناك الملايين من الاطفال الذين ما زالوا بانتظار ويتلهفون الى دعمنا ومساعدتنا ونحن معا يجب ان نضمن لهم مستقبلا افضل لهم ولجميع من يؤمن بهذا الحلم والهدف اقول لكم ان هذا ممكن والان ارى مازن وفهد الذين يعملون معنا في مبادرة او في مؤسسة التعليم فوق الجميع اقول لكم اننا لن نتوقف ولكن اليوم لنحتفي ونحتفل بانجازاتنا وغدا نبدأ الرحلة الجديدة في مسيرتنا والتزامنا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لك على هذه الرسالة الملهمة ونعم بالتأكيد سنحتفي ونحتفل اليوم نعم ورغم انه ما زال هناك الملايين من الاطفال ممن هم خارج المدرسة فان التزامكم من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع مثلت انموذجا كيف يمكن ان نحقق التعليم على مستوى العالم من خلال التركيز على الفئات المهمشة من خلال التركيز على مفاهيم قائمة ان عمل مؤسسة التعليم فوق الجميع اثبتت ان اهدافكم قابلة للتحقيق وواقعية وخصوصا على مستوى تعزيز التنمية في الدول وجهودكم هي التي ستساعد على اطلاق طاقات البشر وتمكين هؤلاء الافراد سيم الاطفال من تحقيق احلامهم وتطلعاتهم متحدثنا التالي هو سعادة الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو بوتيريس ومنذ ان اصبح امينا عاما في عام 2017 تصدى لازمة التعليم وجعلها احد ابرز اولوياته واولويات الامم المتحدة والاسر الدولية وذكر واقتبس ان الاستثمار في التعليم هو الطريق الامت لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين المهارات وتوفير الفرص للرجال والنساء واطلاق مسيرة تحقيق اهداف التنموية السبعة عشر سعادة سيد انطونيو كوتيريس الذي تولى منصب المفاوض السامي لحون اللاجئين وهو يعرف مدى اهمية هذا الموضوع وهو ابرز الداعمين للتعليم وما تقوم به مؤسسة التعليم فوق الجميع وهو مصدر الهام لنا جميع رحبوا معي بسعادة الامين العام لامم المتحدة سيد انطونيو كوتيريس صاحب السعادة فخامة الرئيس نصدقاء زملاء سيدات وسادة طبتم مساء جميعا وشكرا لجميع من شارك في مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال استثماركم ومن خلال دفاعكم ومن خلال رؤيتكم حققتم الحلم الذي يطمح اليه كل طفل للحصول على التعليم والجلوس في الصف والتطلع نحو مستقبلي ان مؤسسة التعليم فوق الجميع مضيت في تحقيق هدفها ونجحت في هذا الانجاز من خلال توفير التعليم لعشرة ملايين طفل هذا الانجاز الرائع لهؤلاء الاطفال وللعالم باسره صنحت لي الفرصة بان اشهد هذه الجهود عندما كنت مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين وكنا نكافح في ضوء نقص الموارد ونقص التمويل من اجل توفير التعليم لهؤلاء الاطفال المهاجرين واللاجئين ووجدت في الشيخة موزا وفي مؤسسة التعليم فوق الجميع سبيلا لتوفير التعليم لمئات الالاف من اطفال اللاجئين في مجال التعليم الاساسي والتعليم الثانوي ولا انسى زيارتنا المشتركة الى احد المخيمات اللاجئين في كينيا وشهدت دعمكم والعواطف والانفعالات والمشاعر التي كنت تتحلين فيها وتحملينها خلال زيارة سيما ونحن نتحدث الى هؤلاء الاطفال والى عائلاتهم واليوم ولان هدف تنمية المستدامة لا يمكن ان تتحقق ما لم نوفر التعليم لهؤلاء الاطفال ولكن علينا ان نتذكر ان نيلسون منديلا قال مقولة مشهورة بان التعليم هو الادات التي تساعدنا على تغيير العالم وانا اشاطره الرأي فنحن عندما نوفر تعليم للاطفال نمدهم بالكتب والقرطاسية وغيرها ولكن في الوقت نفسي نمدهم بالاحلام التي تمكنهم من تغيير العالم وما يمكنهم من جعل مجتمعاتهم افضل واكثر رخاء واكثر سلما وامانا خلال السنوات القدمة وما من تعريف افضل للتنمية المستدامة افضل افضل وسيلة لتحقيق هذه الاداف من تعليم كل الاطفال وانا افخر ما تحقق من جهود من قبل اليونسيف التي نتشرف بوجودها وكذلك اليونسكو وشركائنا الاخرين ولكن من الواضح انه على مستوى العالم لا يوجد تركيز كامل على موضوع التعميل وهنا لك تعليم وهنا لك نقص في التمويل ولذلك انا اثمن واقدر ما تقم به صاحبة السمو الشيخة موزة من خلال جهودها لتوفير التعليم ونحن على مستوى الاسرة الدولية علينا ان نتصد لبعض الحقائق المؤلمة اولاها ان 63 مليون طفل ينبغي ان النيان تحق بالتعليم الاساسي وهم خارج المدرسة ايضا 150 مليون طفل غير قادرين على تعلم المهارات الاساسية كذلك عشرات الملايين من الراشدين خارج المدرسة هذه ليست فقط احصارات نحن نتحدث عن عشرات الملايين من الاطفال وعشرات الملايين من الحيوات وهؤلاء هم المهمشون والمحرومون الذين حرموا من التعليم بسبب الفقر والصراعات وبسبب نقص الاستثمارات الحكومية هؤلاء ابناء الصراعات الذين مروا بكوابيس حقيقية وواجهوا مخاطر كبيرة هؤلاء ومعظمهم الفتيات التي اضطررنا الى البقاء ليخدمنا المنزل او يحملنا المياه بينما اخوانهن يذهبن الى المدرسة هذا يعد ظلما بالنسبة اليهم وبالنسبة الينا الذين نحرموا هؤلاء الفتيات من تحقيق احلامهن والعالم لا يمكن ان يتحمل جيلا من الاطفال الذين افتقدون المهارات الاساسية التي تمكنهم من التعامل مع اقتصاد القرن ال21 ولا يمكن ان نتحمل ان نترك اطفالا ونحرمهم من حقوقهم لان هذا حق لهم وفي مصلحتنا لا يمكن ان نضحي بحياة هؤلاء الناس الذي يعنوشنا في ظروف يائسة ويتعرضون لمخاطر جسيمة ومن اجل السلام ومن اجل مستقبل عالمنا فما من استثمار افضل من التعليم ولهذا فان الهدف الرابع من اهدف تنمية المستدامة يدعو كافة الحكومات الى توفير التعليم المتكافئ لجميع الاطفال وعلينا ان نكون واعين بان هناك حكومات لا تدرك بان التعليم يجب ان يكون اولى اولويات سياساتهم بغض النظر عن مكان وجود هذه الدول ولتحقيق ذلك فان هذا يتطلب تحقيق ثلاثة امور البدء في البداية وتحديد الاولويات والتركيز على النوعية والجودة علينا ان نبدأ في مراحل مبكرة وانوفر التعليم للجميع كل طفل نمكن هؤلاء الاطفال من تمسيع افاقهم وتمكينهم من الوصول الى ما يسمى التعليم مدى الحياة فهم الاكثر قدرة على تحقيق التنمية واحد اكثر الامور الصادمة التي شهدتها عندما كنت رئيسا لبلدي البرتغال ان هناك الكثير من اطفال كانوا محرومين من التعليم وجعلت ذلك اولوية بالنسبة الينا وبالنسبة لكثير من اطفال في يومهم وفي عامهم الاول من تعليمهم الاساسي يكونون في وضع سيء ولذلك علينا ان نبدأ مبكرا والان ومع وجود الملايين من الراشدين ممن حرموا التعليم هؤلاء بحاجة الى مدهم وتسليح بالمهارات اللازمة ونحن بحاجة الى مد الملايين ايضا من طلاب المرحلة الثانوية بالمهارات اللازمة الدول النامية تعول على هؤلاء الاطفال لان ترفض اقتصاداتهم في المستقبل وتحقق التنمية فيها الاولوية الثالثة هو ان نركز على الفئات المهمشة وضعيفة سيما هؤلاء الذين حرموا من التعليم بسبب الفقر والصراعات والنزاعات والتمييز والكوارث الطبيعية وعلينا ان لا نقصر جهودنا على الفئات التي يسهل الوصول اليها ولكن يجب ان نولي اهمية قصوة لهؤلاء البعيدين عن متناولنا والذين حرموا التعليم وهذا الاحتفال يثبت لنا باننا قادرون على الوصول الى الاطفال وتعليمهم حتى لو كانوا في اسوأ الظروف وفي ابعد الاماكن الهدف الثالث هو ابقاء هؤلاء الاطفال في المدارس حتى يكملوا دراستهم وهذا يتطلب من وجود ظروف تعليمية وبيئة تعليمية لازمة وليمكن ان نقبل ان يبقى 150 مليون طالب خارج نطاق المدرسة بسبب قصور في جهودنا ومؤسسة التعليم فوق الجميع تقوم بدورها على اكمل وجه ولعل رؤيتكم صاحبة السمو ورؤية هذه المؤسسة يجعلنا قادرين على تحقيق الامل والأهد الذي قطعناه لكل طفل اشكركم على التزامكم تجاه هؤلاء الاطفال لان مستقبلهم هو مستقبلنا وان دعم احلامهم اليوم يعد دعما لأحلامنا الهادفة الى جعل العالم اكثر رخاء واكثر سلام للجميع وفي كل مكان شكرا لكم شكرا سعادة الامين العام طبعا وانت تتحدث عدت الى وظيفة السابقة وهي المراسل الصحفي ودونت هذه الامور الثلاثة الرئيسة واشكرك على جهودك وفريق الشركاء الدوليين الذين يفهمون مدى اهمية التعليم للسلام والرخاء وتحقيق مستقبل افضل للعالم والاطفال وان مؤسسة التعليم فوق الجميع وال42 شريكا محظوظون بوجودك كقائد ملتزم كرس جهده لجعل التعليم اولوية فشكرا لك ايضا نحن محظوظون اليوم بوجود متحدثنا التالي فخامت سيدنانا اوكوفو رئيس دولة غانا ومن دواعي شرفي ان ارحب بهذا الصديق ورائد لمجال التعليم فخامة رئيس دولة غانا السيد نانا اكوفو آدم صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر عضو مجموعة المدافعين عن هداف التنميم المستدامة لأمم المتحدة سعادة الأمين العام للأمم المتحدة سيدات والسادة انا انضم الى شخصيات من كافة انحاء العالم لنقدم التهنية لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر والتي ساهمت المؤسسة التي ترأسها التعليم فوق الجميع بمشاركة الشركاء الاثنين واربعين الذي نساهم في توفير التعليم للأطفال في دول مثل اندونيسيا الى امريكا الجنوبية الى افريقيا وهذا مثال رائع لما يمكن ان نحققه نحن مواطني هذا العالم من اجل تحسين حياة البشر صاحبة السمو سعادة التنميم العام السيدات والسادة ما من جزء في عالمنا لا يقر باهمية التعليم ونحن جميعا نقبل بان التعليم هو السبيل الامثل للخروج من الفقر واليوم الشباب الذين يذهبون الى المدارس حافيين الاقدام يذهبون يجتهدون ان قصة كل واحد منا هنا هذا المساء تحققت لان هنالك من اصر ان نتلقى التعليم وفي حالة ذلك الشخص كان والدي وطريقنا نحو التعليم لم يكن ممهدا احد الاطفال فقد والديه في سن مبكرة ولكن من خلال المثابرة والعزيمة والصبر مضى في تعليمه الى ان اصبح محاميا وقاضيا هنالك الكثيرون وفي اماكن عدة في العالم ممن تحاكي قصتهم قصة والدي والذي حرم من التعليم بسبب ضيق اليد وشح الموارد نعم هناك 63 مليون طفل ما بين سن السادسة الى الحدي عشرة خارج المدارس ولعل منظمة التعليم فوق الجميع ومنظمة اليونيسيف قادراتان على جسر هذه الفجوة وقادراتان ايضا على تحقيق الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة والذي يهدف الى توفير التعليم الاساسي النوعي والشامل ويوفر فرصا افضل لالجميع ونحن في غانا قدمته اليونيسيف لنا قبل 13 عاما ساعد الرئيس الثاني لدولة غانا في توفير التعليم لأكثر من 6 ملايين طالب وهؤلاء يمثلون 93% من الاطفال المنخرطون في المدارس ما ساعد على توفير التعليم الاساسي ان هذه السياسة السياسة التعليمية التي اطلقتها حكومتي في سبتمبر من العام الماضي ساعدت على وصول اكثر من 90 الف طالب الى المرحلة الثانوية أعني 90 الف طالب اكثر من عام 2016 وهدفنا ان نضمن ان كل طفل غاني على الاقل ينهي المرحلة الثانوية وهدف كل ام واب ليس فقط في غانا بان التعليم سيساعد اطفالهم من الخروج من رقبة الفقر ويساعدهم على عيش حياة افضل صاحبة السمو سعادة الامين العام السيدات والسادة اريد لكل طفل ان يلتحق بالمدرسة ويتعلم مما توفره الكتب وايضا المعايشة الحياتية اريد لكل طفل ان ينظر الى المرآة كل صباح ويعرف انه قادر على تحقيق كل حلم لديه عندما ينهي تعليمه ودراسته اريد منهم ان يتحلوا باثقة ويتمتعوا بالثقة وان ما يتعلموه هو مرتبط بشكل اساسي بحياتهم ومستقبلهم اريد لكل طفل ان يشعر بالارتياح في تعليمه وانه اذا ما اجتهد وجد واجتهد فانه قادر على تحقيق كل شيء اريد ان ينظر الاباء وامهات الى اطفالهم بفخر وان يتعاملوا معهم باعتبارهم اشخاصا مثمرين والتعليم هو الاساس وان التطبيق الحقيقي لالهدف الرابع من شأنه ان يساعدنا على القضاء على الفقر والضمان بان الجميع ملتحق بركب التنمية وانا وبالنيابة عن عشرة ملايين طفل حضروا بفرصتي الجلوس في المدارس اقول لكم شكرا مرة اخرى لصاحبة السمو الشيخة موزة بن ناصر ولمؤسسة التعليم فلق الجميع ولكل من ساهم في هذا الجهد شكرا لكم وحفظكم الله